مستفيدة لكنه الجهات هناك أجندات لبعض الجهات للعرض في داخل العراق وخصوصا في هذه الفترة التي هي فترة فوضى في العراق ليست فيها تدقيق ورقابة من نظام مقيد يدقق حتى على جهاز استنساخ يعني سابقا في زمن النظام السابق إذا واحد يريد يسترزق يجيب جهاز استنساخ ما يقدر يخلي جهاز استنساخ إلا ياخذ موافقة أمنية إلى فوضى عرض الكتب والمعارض وبلد مفتوح على كل الدول ومفتوح على كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت مقرؤة ومسموعة ومرئية ومعارض كتب لا يوجد قوانين تنظمها وهذه النتيجة